موسيقى فخر العرب خارج يقولوا ورا فرق لهم هما قصلا مش بيتفرجوا على الماتشو هما بيغنيوا الماتشو جميعا انا مش بيوذره اديني الشماريخ اديني خان عبلي لا بيجاد بدون نور عيسي ملعن مش طبيعي هو خطير يعني موسيقى 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 ازايوكو يا رزيعة طبعا انتو دلوقتي تتفرجوا على البلوغ بتاع الماتشو وانا بقى قلت هاخدكم معي المشوار من اول وخالص خالص خالص فانا النهاردة اليوم اللي قبل السفر بالليل ورايح اعمل الكوفيد تاست طبعا الحاجات دي ما كنتش محتاجة عملها لو كنت بسفرة اول مبارح بس على حظي طبعا مبارح غيروا القانون وبقى لازم اني اعمل التاست ده مع اني متعامة مرتين فهنروح نعمله موسيقى موسيقى زيوكو يا رزيعة برازع الفلوغز او زيوكو بتحيق لي وانا بقى رايحة النهاردة مفاجأة كبيرة هتكونوا عارفين طبعا من اسم الفيديو يعني او من انستغرام بتاعي بس رايحة ميلان لمدة 24 ساعة عشان هتفرق انا ماتش الميلان والرهول مصلوحة معرشة لي مكتوب لي ان انا ماتفبرش عني وانا في المنهور بتاعه يعني والله بحاول انتو لو اعرفي على انستغرام هتشوفني انا بحاول مهمة لو بتحبو الحلائل لا تنسوش تعملوا لايك اشعروا سبسرايب وانا حضرت التنفيهات وتقولوا لي في الكومنتز دايما رأيكم والله بقراها كلها وبحاول اعمل اللي بتقولوا لي عليه ويلا بينا عشان انا اخدكم معايا كل التفاصيل يعني كل الاكل اللي هاكله والرحنة كلها انا دلوقتي في الاخره ومرافقاتكم مش حتى غيري اوان الدنيا بادري قوي الصبح وانا اصبعا نعكشة ويلا بينا داوت هالجي بصو درجة الحرارة انا كده وصلت المطار ومتضايقة ايه عشان نسيت السماعات بتاعتي وسمح هاجه اشرب قهوة وافطر اي حاجة يعني هو مطار صغير في كذا مطار في لندن دا واحد صغير حتى ما فيوش غير صالة واحدة بس فهاشرب كوكوان شاي القهوة والميد المسبوق بالسبانخ هو مش بالسبانخ هو معايا سبانخ والسبانخ موسيقى ودخلين عالطيارة اخيرا السما مساء الله لنها موسيقى 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 وصلنا وفارلة معايا وهحكي الكماتس بطفالة مصر يعني نركب الوزوبيس كده ونوصل ونأكل شاية فيزا موسيقى 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 يلا نتكلم عن المطش شوية يعني كارلا ده اول مطش ليها وكنت لسه بقول لها ان انا برضه اول مطش لي احضر في اوروبا كانت في السامتيرو فعني هتشوفي استاد عاليك بجده يعني ابقى حكي لكسته فهي دلوقتي بقت فاهمة كسة المطش وكده متحمسة؟ متحمسة اوي اوي هفتح بقى عليكي وتبقي في معي كل مطسور بقى بيكترم اهام اوكي بدل من عد اروحة واحدة بالضبط وعمتا يعني احنا طبعا عارفين انه ممكن صملوحة ما يلعبش يعني بس ان شاء الله يعني كلوب ينزلو شوية يعني مفروض انه لو جاب جون هيكسر راكم ان هو يبقى اول العيد من ليبربول يجيب جون في خمسة من مطشات يعني هيكسر راكورد يعني بالضبط وبرده نفسنا ان ايسي ميلان تكسب يعني عشان احنا جايين الستاد واحنا عارفين معنا المطش ده ايسي ميلان يعني طبعا فربنا يسهل بقى هيبقى مطش محمد روزة تعيبنا قوي 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 عشان نروح المطش ده والله عظيم مش عارفة كان في حاجة منحاسة يعني في المطش ده كل حاجة عادة تجوز وغيره بقوانين النهاردة الساعة بعض الصبح واحنا اللي هو نزلنا الساعة اربعة ونص تقريبا وطلبين بقى مليون كوفيد تاست ومليون حاجة وكل حاجة طلبينها فاجأ يعني فاحنا تعيبنا قوي عشان نروح المطش ده يسلوها فارجوك ارجوك ارجوك نفسي اروح مطش في الانفيلد ما عارفش انا ليه بافضل احاول افتكر ان انا بكلم صلاحة بس مش مش كلا ما قدينا بالحاول هاخسر ايه بلد زحمة زحمة مش طبيعية يعني ما قلت النهاردة تلاتي الدنيا مش هتبقى زحمة لا 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 انت مش فاهمين البلد زحمة ازاي كل مطعم عليه تبور عملاق وبجاد مش عاكر اوش هيكون ولا لا لا فانا وكر لا بقى عاديم نخطط بقى تراتيجيك قوي يعني هي واقفة في طبور وانا واقفة في طبور عشان ملحك ناكل كل حاجة عشان الـ 22 ساعة اللي احنا عالينا المهمة هاوريكو احاوليكو كل حاجة اجبت اول بيتزا المهمة انا وكرنا دلواتي وصلنا بقد من ساعة كلنا بيتزا وحاجة زي كلزون كده وباسة انا مش بازر في نصف ساعة بقد دورها حينبا دلواتي عشان حاقزين في مكان فهنشوف هناكل ايه قمور محمد صلاح في إيطالي سأسألهم كمسوة قمور محمد صلاح في إيطالي 3-2 إذاً ميلان سنذهب؟ لا أعلم أحب أن ميلان سذهب إلى مدرد مدرد أو مدرد سنرى ما يحدث شكراً وحلينا وكلنا وحلينا وكلنا عادينا نأكل بس يعني لسه ما كناش عايز فين يعني عشان الجيلاتو بالزبط السكر الماضي هنأكله فإحنا دلوقتي في الداون تاون وبصوا ده أهم حاجة في ميلان يعني وكده وهنقابل ناس صحابنا وبعدين هنروح للأوتال لنحط شلاطنا بعدين نروحها للمصر لسه ما رحناش للأوتال كل ده لسه معنا شلاطنا بس هحنا معناش شلاط كبيرة فعادي يعني ما عرفش هو بيعمل ايه النهاردة بس معل اينا يعني هو تلخب تقريباً أنكل تلخب أموان بل احنا بعملهم اللي بيكي أموان أنا ليس أحنا عشان ما تريد كده أنا تلخب زال ايه يا سلمة عشان السبتة قاعدتلي قلعت المصر لمدة لاحظة عشان نعمل أنلاف للموبايل ونستعرفي لو سمعت البلس المارس وأصلاً يعني في ناس كتير حوالي رجالة مش لابسين المارس فأنا بحذرهم كلمة كمان وهبتدي أغني لمحمد صلاح صورتش المترو في ميلال مرغير مازك واري بالمازك لا بالمازك بصنا غني الصلاح وأقلب عليهم المواجه صلاح أظن مريمهم المغلب صحيح نفسي يقول حاجة أنت غنيه والله العظيم أنا وكارلا بجده أنا مش عارفة احنا بلاعمل ايه يعني هو احنا فتحين الخريطة وبنركب الأطرون وحايلين لو المحطة الجاية اسمها الدمودوسولة يبقى احنا تمام لو لا يبقى لازم ننزل ونحول طيح احنا عاملين فضي يا رب نوصل بجده دعولنا ان احنا نلحق نحط صراطنا ونروح الماش خيرا نوصلنا قولنا ايه؟ والله يبص كيود ايه اندي على المنظر بقى بتاعنا ايه؟ الشرع يا مومي خنالبس بقى بسرعة ونروح على الماشا على طول عشان نحاول نصورنكم الأجواء احنا تدفينا شوية ونزلنا وبندمشى الاستاد وماشينا على البائري تقريبا بتاعهم يعني لاننا نفسنا ماشينا على الطريق السريع بس مش مشكلة كل عشان نعمل فلوجي كاسر الدنيا يا رزيع احنا دخلنا اخيرا هوا بجد التوابير على الباب وكل حاجة بس احنا دخلنا الستور فانا هوريكم دلوقتي كل حاجة موسيقى موسيقى تحسوا انه مطلع الجراش في العتبة بجد معرش ليه؟ المطلع غريب أب واحنا بقالنا نصف ساعة بنتلع تسلم احنا عادين في السفتوح والمشكلة بقالنا بيبقى جوتل جتل جتل فعني معرش احنا طلعين لغاية سين والله عادين نازم تشونه موسيقى 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 الهي رحل صلحين شكراً للمتش وصلاح أجب كنبون أكلم شكراً 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 عال كاميرا بقى شغالوا اغاملوا وكلوا عال مرقص اه هوا ما كنت لسا اقولها وستاد مرعب مرعب جاد فين ابننا اهو اهو ابننا بوداي عند الخط يلا يا فاخر العرب محدش بها انا مثلا ضنور لبير بول فتير يعني بالنسبة لهم قوي بصوا كل الاخضر ده جمهور لبير بول لازم ندعفة لازم ندعفة لازم ندعفة عشان ندعفة لازم اهو صال نوحا واهو براهيمو بيتش صلاحة يعمل حركة الجزمة ايوه دوانا باقي لازم ندعفة جالد وصول لازم ندعفة جولك بالبير بلد العرب لا بجد دمور عيسي ملعن مش طبيعي هو خطير يعني احنا كنا عارفين ده بس احنا عادين فوق الألتراس بالضبط وهم مش ممكن يعني من احلاك ده مهير اللي ممكن تشوفونهم يعني بالأسف مصر خسرانة 2-0 لسه الجزائر جايب اجوم تاني في مصر فدي حاجة مضايقانة في واحد من الألتراس بتو اي سي ملان معايز اي مايكرو فون وبيتتلم فيه الماكشة كله عمال كارلا لبسه الماسكة شدت الدكتر عايز اتباحا ما زماء علينا مايكرو بيتتلم الماكشة كله وموضوع غريب اي عمري ما شفتها انا مش لابسة الماسك بالصراحة عشان كارلا كده كده نايمة معايز نفس القوضة ومفيش حد بجندي خالص من الماحية التانية فعادي فعايز اترجع قولي يا رزي عني يا اسفا ان ما جبتش ناس كتير بتتكلم ومسالتهم شو تفتكروا الماكشة هيبقى كام كام طبعا اللغة عندي الايطالي مش كويسة اي للأسف يعني كما الناس تخايفه عشان الصنف الجديد من الكو 북한 ده فكسفت كده مكتش عايز اروح لناس يعني فيا ما يام جي وناقبوا بالاقب عيالكوا حتى من غير الاسئلة كتيره بلاي المدريد بق جابه ظه يجابه النتيجة على الشاشه طبعا انا رقم زعمها في الساد الاي لا رقم مدريد ليه طبعا عشان بيلاعبهم انتر مترون العنف اور مش حاسة ان في حد بين الساد ده يدايق مني المه اي اي لا مصر والجزائر واحد واحد الحمد لله تقريباً الجونة الثانية تلغى ودلوقتي مصر جالها فانلتي فخلاص مبسوط والتمن بتاع المانيا ودول ابراهیمویچ طبعاً صخر العرب مسوط غيره استاده واحد واحد قولي كتبين واحد صفر تموري صراح مويروها يا دارا احنا كده صراح يعني صراح جد هون عجب عايسي ملان تاكساب يعني عشان نبقى موجودين في استاد لمن حاجة كبيرة وحاجة حلوة تحصلوهم مصممين ما يغيروش النتيجة على الشاشة كتبين واحد صفر مصممين يعني معرفش مالهم باقولو كارلا اني لسا نجمع ان انا عندي باجو على شنطتي لو حد بقافشو هروح فو مشكلة عواني انا انتو مش معنين يا رجائع احنا بنباكتك ازاي المهم انا اول معرفت اني هاجي ملان باقا عطا اقول ياه باقا هتطر اطلع على السيفي من فوق ومش عارت ايه والدنيا ابرد بشتير من لندن وبكرة هيبقى فيه تلجو واحنا فوق قوي 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 والستات فيه حتة مفتوحة والدود تاوي جب جب وطبعا عشان بس اعرف بلغ فو مالباشا نيز جونطي في الايدا فا بطلق يعني كده عالفلاسيكو هما اللي يتعقلوا هذا الموضوع على بنعقد وانا اللي فاكرة ان هما لزايزوا مبديين ليبربول مكان كبير اوي هو ليبربول بس اللي فوق خالص بس ليبربول اللي فوق لو ايسي ميلان كسبوا انا كده عملي ما حضرت لهم ماتش في السانسيرو وكسبوه يعني حضرت من زمان ايسي ميلان وساسولو كانوا مفروض يكسبوا الماتش ده وخسروه ده يعني مش مفروض يعني عادي ان هما يخسروه بالصراحة بس يعني برضي يعني نفسي احضر لهم ماتش بمهورهم الجميل ده والاجلائي الجميلة ويكسبوه يعني ودول ولا يفق ورا فرق لهم هما اصلا مش بيتفرجوا عالماتشو هما بيغنوا الماتشو كله بجهة بدمهور الازيز اوي يعني انا حتى اصلا لو كنت قادة مع بطول لقدش عارف اطلب تيشيرت صلاحي يعني كده كده هاي ده بعيد اوي هجمل ايسي ميلان اهاذ قلن هجمل ايسي ميلان اههههههههه بسوا الفرقه في الاكامبس يعني ستتاشر واربعة الجنوب ده ده حلوة اويه انك تتفرج عالماتش يعني تحس انه ينفع تاكتيك سبوت وفخر العرب خارج بنحبك يا محمد محدش فهمنا فبنشكر فيك براحاتنا بنحبك ومنموت فيك بنحبك يا محمد فخر العرب خرج من الملعب وعدت زعق وقول بنحبك يا صلاح وأشكر فيه بالعربي يعني بس يعني بس خلاص كده كلب طلع كل الأساسيين في الملعب تقريبا الجماعة أنا مش بيزرها ديني الشمريخ دي كانت سرعت بجد مش كلا وجد ان انا ايدي على قلبي هكتبولة عملت صوت والناس مزباصة والناس بتعملها كل دبانة مس على عدو ولا وانتي عدمينها بجد وين ما شاء الله بجد بمهنهم وما فكتوش لحظة يعني مبون الشوتين مبون الشوتين الوقت بغنوا وبيسعفوا نقديهم ازاي نستحملها يعني مش عن ايو انا اكتر حاجة يعني يعني احنا اتخلقنا يعني مش باس الناس بتشرب سجائر لا وما من كنتوا ما بيشربوا سجائر الله مسلا يعني وما من كنتوا ما بيشربوا سجائر انا مش عارف اتنفس بجد مخلوعة يعني اكدني عدف تقطوعة وبيشربوا حاجات تانية ممنوعة مش هقول اسمها عشان عين وبيشربوا مشروبات برضو ممنوع يخشوا بيها لستان وبيشربتوا التفجيرات والشمريخ وكل الحاجات دي وبينا نسأل السبت على كورسينا التابت اللي هو لا سوري ايه البسوا الماسكنيرو الماسكنيرو احنا عاصل عاد دوائز يعني احنا عاصل استنوا عشان في اصابة انا معايا ان لازم البس الماسك يعني طبعا لو القانون دي يقول كده يعني انا مكتش عارفة ان لازم نلبس الماسك في حاجة مفتوحة ومعرفش عاصل لو لازم نلبس الماسك في حاجة مفتوحة ولا لقا بس حاسة يعني نلبسوا بقى كل القوانين يعني ما تجوش خلاص الماسكنيرو يعني هي اهم حاجة في المكان يعني والماتش بجد مات خالص خالص كمان بقى لما صلاحه ومانيه خرجه ومعرفش بقى ما فيش حد بيتفرج اساسا تقريبا يلا يلا لازيز ان في انجلترا يغلق ته 9 منير بيبقى رض فعلة على حاجة يعني بيسكوتو بيغنو على حسب اللي بيحصل في الملعب هم ما دايق هو مش رض فعلة على حاجة يعني بيسكتو بيغنو على حسب اللي بيحصل في الملعب حتى لو هجمة خطيرة هم مش بيتفرجوا على المطش أصلا يعني يعني فيه من هم بيتفرج بس الماسترو بتاعهم يعني اللي بيحيون وكلهم مش بيتفرجوا فهي الهغنية شنغيلة سواء دول اللي هجمين أو دول اللي هجمين هجمة خطرة هجمة عليهم مش برقة نعم الجمهور واي انفي ساقف لهم يهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اي حاجة حلوه اي صح؟ هابل ايه هم لسه عاديين بجانه الناس مواهد بالظبط يعني العالم ده مزتوب عني محمد صلاح لا لبست بقى الماسك واحنا ماشيينه عشان الدنيا بقت زحمة وناس كتير موجودة لتفاش انت قديه الماسك فعلا بيدفي بقى ده معرفش بقى اللي خلينا بحسة قديه الماسك ده حاجة يدفي اي ترامت زانا ورا واحد غبي تقرر معرفش بقى ده حدثة ولا هو تقرر انه هو هينشي على الخط فترام كله اتزلق وهو جد وصبح كل الناس كل الناس بتحاول تفهم ده حصل ازاي يعني زي العربية دي جت قدام الترام يعني قول موضوع غريب بالصراح بس احنا بردان مو عايزين نروح ساعة خلاص جت اتناشر واحنا لسه مروحناش من استقلوب من اتماشا من استقلوب انا صاحية من الساعة تلاتة ونص وانا وكالله في الشارع من الساعة اربعة ونص وخلاص جد مش قادرة فاهم حاجة يكون عجبكم الفلوج دي يا رزيعة ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتبتعوا جرز التنبيهات وتقولوا في كومنت رأييكم مش قادرة فايا رزع قوي دي لحد كده لحد كده